اعقد اليوم الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة البحرينية العمانية برئاسة سعادة الدكتور عبل طيب الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة وفي بداية الجلسة أعرب سعادة الدكتور عبل طيب الراشد الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما من علاقات أخوية وثيقة مع سلطنة عمان وما يربط بين شعبيهما شقيقين من روابط متينة وراسخة تستند إلى دعاء ما صلبه بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى وأخيه سلطان عمان وما يوليانه من حرص كبير على تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات ومن جانبه عرب وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لترأس وفد السلطنة في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي لتنظيم الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي بما يعزز من المصالح المشتركة هذا وأكد الوزيران على الإرادة السياسية المشتركة للبلدين لمواصلة تطوير العلاقات المتميزة والرغبة القوية في تنميتها كما استمع الجانبان إلى شرح من كبار المسؤولين في مملكة البحرين حول أفاق التعاون المقترحة في مختلف المجالات مؤكدين أهمية استمرار تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والدفع بعملهما السياسي إلى أفاق أوسع وقد قرر الجانبان الإسرع في العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والانتهاء من مذكرات التفاهم والاتفاقيات قيد النظر والتفقاء على عقد الاجتماع الثامن لللجنة في سلطنة عمان عام 2022 بلدية وأود أن أعبر عن سعادتي من عقاد أعمال اللجنة البحرينية العمانية المشتركة في دورتها السابعة لتعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات آملاً أن تأخذ هذه اللجنة على عاتقها مهمة تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل والتي تم التوقيع عليها اليوم إن شاء الله وأن تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك إلى مستويات أشمل وبما يخدم مصادح البلدين الشقيقين نأتي لتنظيم الجهود المشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتبادل التجارب والخبرات بما يعزز من المصالح المشتركة للملدين والشعبين الشقيقين ولا شك بأن جدوى الأعمال هذه الدورة حافلاً بالمواضيع والأفكار والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف هذه المجالات وفي ختاب الاجتماع وقع الوزيران على ثلاث مذكرات تفاهم وهي مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية مملكة البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية سلطنة عمان في مجال الدراسات الدبلوماسية والبحوث والتدريب ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وهيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان في مجال حماية المستهلك كما تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة اشتركوا في القناة من اخوة وقرابة ومصير مشترك علاقات تاريخية متجذرة يشهد لها التاريخ منذ مئات السنين علاقات ليست بالحديثة انما هي امتداد لعلاقات مغلة في القدم مثلتها حضارة دلم في مملكة البحرين وحضارة ماجان في عمان روح المودة والاخاء تجسد لنا ما يجمع البلدين منذ قرون بعيدة وحتى هذه السنون القليلة الماضية التي شهدت علاقات الراسخة في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والسلطان قابوس بن سعيد رحمه الله والتي جاءت لتشكل لجنة بحرينية عمانية مشتركة تدلل على ما يجمع هذين البلدين الشقيقين لتأتي هذه اللجنة في اطار تطويري وتنموي للعلاقات الثنائية بين البلدين فقد جمعت هذه اللجنة العديدة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو سياحيا أو رياضيا وذلك في سبيل تنشيطها وتمكينها ما كان لها الدور الأكبر في مد هذه العلاقات نحو آفاق أوسع وعلى الرغم مما تحقق إلا أن البلدين مستمران على هذا النهج في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله حيث من المؤمل أن يتم فتح شراكات استراتيجية جديدة على كافة المستويات وزيادة التبادل التجاري والذي يعكس بدوره طموح وتطلعات قائدي البلدين ويترجم العلاقات الأخوية والتاريخية المتأصلة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة ترجمة نانسي قنقر